تخيل أنك تروي عطشك في لحظة سريعة تفتح زجاجة بلاستيكية باردة وتظن أنك تمنح جسدك حياة بينما في الحقيقة قد تكون تفتح بابا لكارثة صامتة تتسلل إلى دمك إلى خلاياك وإلى هرموناتك هل تعلم أن تلك الزجاجة التي تراها بريئة قد تطلق مع كل رشفة مواد كيميائية قادرة على تعطيل توازن جسدك بالكامل؟ في هذا الفيديو ستكتشف الحقيقة المخفية كيف يتحول البلاستيك في حرارة السيارة إلى قنبلة سامة كيف يتسرب البيسفينول والفثالات إلى جسمك ليعبث بمستويات الهرمونات لديك وكأنها خيوط دمية تتحرك دون إرادتها ولماذا تحذر أعرق الجامعات والمجلات الطبية من الاعتماد اليومي على تلك الزجاجات البلاستيكية وكأنها ماء الحياة؟ إنها ليست قصة شرب ماء فقط بل قصة سموم تتخفى في قطرات شفافة تتراكم بصمت داخل أعضائك لتؤثر على خصوبتك جهازك العصبي وربما مستقبل أطفالك ابق معنا للنهاية لأن ما ستعرفه الآن سيغير نظرتك لأي زجاجة بلاستيكية تضعها بجوارك بعد اليوم وسيمنحك الوعي الكافي لتختار بين العطش المؤقت أو المرض البطيء فضلا اضغط إعجابا واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد تخيل أنك في يوم حار تتصبب عرقا تمد يدك إلى زجاجة بلاستيكية باردة وتظن أنك تعطي جسدك الحياة لكن الحقيقة أنك قد تبتلع معها كارثة صامتة لا تراها العين فالماء الذي من المفترض أن يكون أنقى ما يدخل جوفك يتحول داخل تلك الزجاجة إلى حامل خفي للسموم البلاستيك ليس مجرد وعاء بريء بل هو خليط من مركزة كيميائية مصممة لتجعل الزجاجة شفافة ومرينة ورخيصة لكن ما لا يخبرك أحد أن هذه المواد تنفصل شيئا فشيئا عن جدار الزجاجة لتذوب في كل رشفة تشربها أبرز هذه السموم هو البسفينول A المعروف اختصارا بBPA مادة وصفتها كبرى المراكز البحثية بأنها المخرب الصامت لهرمونات الإنسان إنها تتسلل إلى جسدك وتقلد عمل الإستروجين فتحدث ارتباكا في نظامك الهرموني بأكمله ضعف في الخصوبة، تغيرات في المزاج، اضطراب في النوم وحتى زيادة احتمالية الإصابة ببعض الأورام أتعلم ما هو الأخطر؟ أن هذه المادة تتضاعف نسبتها أضعافا كلما تركت الزجاجة في السيارة تحت أشعة الشمس أو قرب مصدر حرارة حتى لو لدقائق معدودة ولا يقف الأمر عند الBPA فقط بل هناك الفثالات، تلك المواد التي تمنح البلاستيك ليوته لكنها في المقابل تسلخ من جسدك عافيته تشير دراسات منشورة في مجلات مثل Environmental Health Perspectives أن التعرض المزمن للفثالات يرتبط بزيادة مشاكل الكبد والكلة والجهاز العصبي فضلا عن تأثيرها الخطير على نمو الأجنة لدى الحوامل أي أن جرعة صغيرة من الماء قد تحمل معها أثرا طويل المدى على جيل كامل ولعلك تظن أنك في مأمن لأن الزجاجة مختومة أو جديدة لكن الحقيقة أن حتى الماء المعبأ لفترات طويلة يتعرض لتفاعل بطيء مع البلاستيك خاصة إذا تم نقله أو تخزينه في أماكن حارة دراسة من جامعة هارفورد أثبتت أن نسبة السموم المترشحة من الزجاجات البلاستيكية ترتفع بشكل ملحوظ بمجرد تعرضها للشمس لعدة ساعات لتتجاوز الحدود المسموحة بها صحيا ثم تأتي الكارثة الثالثة المايكرو بلاستيك جزيئات دقيقة لا تراها لكنها أصبحت جزءا من كل رشفة ماء تشربها من زجاجة بلاستيكية أبحاث نيتشر وساينس أظهرت أن هذه الجسيمات تستقر في الدم وفي أنسجة الرئة وحتى في المشيمة لدى الأمهات الحوامل هل يمكنك أن تتخيل؟ جسيم بلاستيكي مجهري يتسلل إلى المكان الذي من المفترض أن يكون أقدس بيئة في جسد المرأة رحمها ليشارك في تكوين طفلها القادم والأخطر أن الجسم لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الجزيئات الغريبة فهي ليست فيروسا ليحاربه ولا بكتيريا ليقضي عليها إنها أشبه بشضايا زجاجية دقيقة تظل عالقة تثير التهابات صامتة وتضعف مناعة الجسد ببطء دون أن تشعر إن الشرب من الزجاجة البلاستيكية لم يعد مجرد عادة بل صار مقامرة يومية بالصحة ومع كل جرعة ماء قد تمنح نفسك شيئا من الارتواء لكنك في المقابل قد تزرع بذور مرض مزمن السؤال الآن ما البديل؟ العلماء في جامعة كاليفورنيا نصحوا باستبدال الزجاجات البلاستيكية بأخرى من الزجاج أو الفولاذ المقاوم للصدأ لأنها لا تطلق أي مواد كيميائية إلى الماء بل إن منظمة الصحة العالمية حذرت صراحة من الاعتماد على البلاستيك في الشرب طويل الأمد خصوصا للأطفال والنساء الحوامل لأن أجسادهم أكثر حساسية للطراب الهرمونات فتذكر دائما العطش يمكن احتماله لدقائق لكن الأمراض التي يجلبها البلاستيك قد ترافقك لعقود ما بين يدك ليس مجرد زجاجة ماء بل قد يكون اختبارا يوميا هل تختار الراحة السريعة؟ أم تختار الحياة الطويلة؟ ابق واعيا فالماء الذي يحيي قد يتحول في زجاجة البلاستيك إلى ماء يقتل ببطء تخيل أن حياتك بأكملها قد تختصر في لحظة اختيار بسيطة إما أن تفتح زجاجة بلاستيكية وتروي عطشك سريعا أو أن تفتح أبواب جسدك لسموم تتراكم بصمت وتسرق منك صحتك عاما بعد عام الحقيقة القاسية أن البلاستيك لا يترك جسدك بمجرد أن تنتهي من شرب الماء بل يبقى عالقا داخلك يعبث بهرموناتك يضعف جهازك المناعي وربما يرسم لك مستقبلا مليئا بالأمراض التي لم تخطر ببالك يوما الخيار بين يديك أن تستمر في عادة تبدو عادية لكنها مدمرة أو أن تختار الوعي والنجاة فتستبدل الزجاجة البلاستيكية ببديل آمن يحفظك ويحفظ من تحب فالحياة ليست مجرد لحظة عطش تطفأ بل جسد أمانة وصحة لا تعوض ومستقبل يستحق أن تحميه لا تدع رشفة ماء بريئة تتحول إلى سم يتغلغل في دمك فالماء هو سر الحياة فلا تجعله مفتاح النهاية وقبل أن تغلق الفيديو انتبه لأن هناك عادة يومية قد تدمر نفسيتك وصحتك من حيث لا تدري الفيديو الذي سيظهر أمامك الآن يكشف لك الكارثة الخفية وراء ترك الملابس مرمية في غرفة النوم اضغط وشاهده لتعرف الحقيقة بنفسك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر